بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع رسول الله أجمعين وبعد أحييكم جميعا باحثين وباحثات بقسم القيادة بكلية الدرسات الإنسانية برنامج الماجستير وعاود ترحيبكم من جديد في مقرر قيادة التغييرات النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع قيادة التغيير وإدارة الإبداع يلا مع بعض نعرض أهم الموضوعات اللي اتكلمنا فيها في المخاضرة الماضية ثم نتناول أهم النقاط اللي نتناولها في محاضرة النهاردة إن شاء الله ثم ندخل على إجراءات هذه المخاضرة بالشرح والتحليل مع تمنياتي للجميع بالاستماع لمخاضرة مهمة والتفاعل معها وأتمنى في اللقاءات المباشرة إن شاء الله إنكم تكونوا محضرين على الأقل كل واحد جزء من هذه المحاضرة ويبدأ يتفاعل معي بها إن شاء الله في اللقاءات المباشرة أتكلمنا في المحاضرة السابقة عن مجموعة من الموضوعات المرتبطة باستراتيجية التغيير وقطوير التنظيمي أتكلمنا عن استراتيجيات التغيير بصفة عامة واتكلمنا على استراتيجية التغيير المتدرج واستراتيجية التغيير البنيوي كل واحد فيهم له أربع أنواع من أنواع الاستراتيجيات اتكلمنا فيها من خلال معرفة درجة المقاومة الموجودة في المؤسسة ودرجة الحاجة أو درجة الإلحاح لعملية التغيير اتكلمنا على استراتيجية التعليم والتعلم والاتصال اتكلمنا على استراتيجية التمكين والإجبار والإقناع اتكلمنا على أهم نظريات إدارة التغيير واخترنا ثلاث نظريات أفكركم بهم نظريات كراب وكوت وكوت واتكر وماكينزي وكلهم نظريات بيشتغلوا على إما التغيير الوظيفي وإما التغيير السلوكي وإما كلاهما معا واتكلمنا على نموذج زد اللي هو النموذج الياباني اللي بتناول مجموعة من السلوكيات السابعة التي يجب أن تتحلى بها أي مؤسسة تقوم بعملية التغيير النهاردة إن شاء الله هنتناول مجموعة من العناصر المهمة في الإبداع وعملية التغيير الإبداعي هنتكلم عن خصائص الإبداع الحاجة إلى الإبداع خصائص الإبداع والعوامل المشجعة له يعني هنتكلم عن الإبداع والابتكار المؤسسي استراتيجية بناء المؤسسة الإبتكارية استراتيجية بناء المؤسسة الإبتكارية معوقات الإبداع المؤسسي هنتكلم على كيفية مواجهة المعوقات المرتبطة بعملية الإبتكار المؤسسي يعني موضوع الابتكار من الموضوعات المهمة جدا والمرتبط بشكل كبير بعملية التغيير لا يمكن أن تتم عملية التغيير في أي مؤسسة أو أي منظمة إلا إذا كان هناك تفكير ابتكاري تفكير إبداعي تفكير خارج السندوق هذا التفكير يعني بيساعدنا بشكل كبير في تحقيق عملية التغيير المطلوبة يبقى خلي بالكم النهاردة عاوزين نعرف إيه والمقصود بالإبداع والحاجة إلى الإبداع وكيف تكون المؤسسة مؤسسة إبداعية وأهم معوقات عملية الإبداع داخل المؤسسات خلينا بداية يا شباب نمهد لمحاضرة النهاردة إحنا عارفين أن المؤسسات سواء كانت مؤسسات إنتاجية مؤسسات تجارية مؤسسات صغيرة مؤسسات متوسطة مؤسسات كبيرة المفروض أنها بتسهم بشكل كبير في التنمية بتسهم في القضاء على البطالة بتسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي وبالتالي عشان خاطر تحقق هذه المؤسسة المهام المنوطة بها سواء كانت إنتاجية تجارية صناعية علمية تربوية صحية رياضية إنتاجية أيا كان نوع هذه المؤسسة محما كان حجمها محجم صغير متوسط كبير يجب أنها تلجأ إلى موضوع الإبداع والابتكار باعتبار أنه هام معاجل من عوامل تنمية وتطوير المؤسسات وعشان خاطر أعمل عملية إبداع وابتكار داخل المؤسسة لازم أكون ملمة بما هو الابتكار وما هي استراتيجية الابتكار المطلوبة الاستفادة من الخبرات العالمية في موضوع الابتكار يعني إزاي أستفيد من المؤسسات اللي بتقوم بنفس الدور إزاي فكرت فبالتالي أستفيد من تفكيرها عملية الإبداع ليست عملية بسهلة ولكن عملية بتتطلب قدرات وإمكانيات عالية في المؤسسات يجب أن يكون في المؤسسة مجموعة من العناصر البشرية القادرة والموهوبة واللي لها القدرة العالية على التفكير خارج السندوق وتقديم أفكار إبداعية بتساعدني على عمل الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل أو عمل الخطة التفصيلية قصيرة الأجل أو حتى بتساعد المؤسسة في تحقيق التنافسية بحيث تظل للمؤسسة وجود مدى الخياة السؤال اللي بيطرق نفسه الآن يا شباب يعني إيه ابتكار يا دكتور محمد يعني مفهوم الابتكار بنقول إن هناك تعاريف ومفاهيم عديدة للابتكار يعني نخلينا نقول إن جميع الباحثين في الدرسات العليا والمهتمين بالبحوث العلمية والمدارس الفكرية المتعددة وضعت مفاهيم متعددة ومختلفة للإبداع خلينا نقول إن هناك يعني من يجد أن هناك فرق بين الإبداع والابتكار ولكن غالبا ما هما ما يعتبر مترادفيني فالابتكار أو الإبداع فردي المنشأة اجتماع النتائج وأنه لا يقتصر على النتائج المادية فقط بل يتضمن كذلك الإدارة بكل ما تشمله من متغيرات أي عملية الإبداع والابتكار ليست فقط بنقول إن هذا الشخص موهوب أو مبتكر فالعائد يعود على نفسه فقط ولكنه يعود على المؤسسة بشكل عام فعملية الابتكار هي عملية معينة بيحاول فيها الإنسان عن طريق استخدام تفكيره وقدراته العقلية وما يحيط به من مثيرات مختلفة وأفراد مختلفين أن ينتجوا إنتاجا جديدا بالنسبة له أو بالنسبة لبيئته التي يعمل بها إذن الإبتكار أو الإبداع هما مضطرادفين يعني الاتنين مفاهيم لبعض والابتكار أو الإبداع قد يكون فردي المنشأ يعني نتيجة فرض وقد يكون اجتماعي النتائج إذا كان الإنسان هو الذي يفكر فدائما ما بتكون النتائج بيستفيد منها عدد كبير من الناس يبقى الإبداع هو إنتاج فردي ولكن نتائجه تكون جماعية الإبداع بيكون من فرد أو قد يكون من فريق ولكن العائد منه والنتائج المترطبة عنه بينعكس على المجتمع ولا يقتصر الإبداع في النواحي المادية فقط بل ويشمل جميع متغيرات العملية المؤسسية أو العملية الإنتاجية أو جميع العوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية جميع العوامل الثقافية نحتاج إلى الإبداع والابتكار عشان كده بنقول هو عملية بيحاول فيها الإنسان أنه يعني يستخدم قدراته العقلية في أنه ينتج أذكاراً ومنتجاتاً ومشاريعاً وحلولاً لبعض المشكلات مرتبطة ببيئته وبنفسه السؤال اللي بيطرح نفس دلوقتي يا شباب هل تتفقون معي أن عملية الإبداع والابتكار قد تكون موهبة فطرية عند الإنسان؟ نعم هل تتفقون معي أن عملية الإبداع والابتكار بتساعد المؤسسات على الإتيان بأفكار جديدة ومناسبة لاحتياجات المجتمع؟ نعم عشان كده بنقول أن الإبداع أو الابتكار هو رؤية ما يراه الآخرون والتفكير فيه بطريقة مختلفة الابتكار هو القدرة على توليد فكرة أو مجموعة من الأفكار الجديدة لتطوير منتج أو لتنظيم إداري أو لدمج عناصر أو يعني التوصل إلى حل لمشكلة قائمة لم تكن الحلول التقليدية قادرة على حل هذه المشكلات يعني إحنا كده فصرنا بشيء من التحديد والدقة مفهوم الابتكار والإبداع على أنه ابتكار فكرة ابتكار خل لمشكلة ابتكار تنظيم مؤسسي جديد ابتكار هيكل تنظيمي جديد ابتكار خطة استراتيجية جديدة ابتكار تغيير وتطوير تنظيمي جديد ابتكار نظام إداري جديد ابتكار منتج وخطوات إنتاج عمل ابتكار عمليات أنشطة وتوجيه كل ذا بنسميه ابتكار ابتكار وأهم أنواع الابتكار أن تستطيع أن تبتكر لحل مشكلة لم يكن حلها سهل ولن تستطيع أن تقوم بحلها بالطرق التقليدية المعروفة وباختصار يا شباب يمكن القول أن الإبداع أو الابتكار عملية نسبية تقع بين مرحلة المحاكاة أي التقليد والتطوير إلى مرحلة الابتكار الأصيل وهي عملية تتضمن النظر إلى الظواهر والأشياء والمشكلات بمنظور وعلاقات جديدة غير مألوفة يتفاعل فيها الفرد والعمل وبيئة المنظمة والبيئة العامة ويقوم الفرد أو الجماعة بالبحث والاستقصاء والربط بين الأشياء لماذا؟ كيس سيؤدي ذلك إلى إنتاج شيء جديد وأصيل ذو قيمة للفرد والمجتمع وها قد يتعلق هذا الشيء بسلعة نعم قد يتعلق بخدمة نعم قد يتعلق بأسلوب عمل جديد مثل أفقار جديدة في القيادة والإشراف والاستراتيجيات واتخاذ القرارات أو طرق جديدة في تصميم إنتاج العمل أي البروسيز أي العمليات التلام ده أنا قلت بشيء من التفصيل السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقت يا شباب هل هناك حاجة للإبداع داخل المؤسسات؟ ولا التفكير التقليدي ممكن يقضل العرض؟ لا طبعا هناك حاجة ملحة للإبداع فالمؤسسات المعاصرة في ظل الظروف المتغيرة هناك تغيرات تكنولوجية وتغيرات سياسية وتغيرات اقتصادية هناك السماوات المفتوحة هناك الذكاء الاصطناعي هناك الأتمة هناك التحول الرقمي هذه التحديات لا بد من إبداع يقابل هذه التحديات ويواجه مثل هذه التحديات هناك يعني فغيرات تتم بشكل سريع يشهدها العالم بجميع مؤسساته هل يجب علينا أن نقابل هذه التحديات؟ ولا نخلي هذه التحديات تغلبنا؟ لا يجب أن نواجه هذه التحديات طب كيف ستواجه هذه التحديات؟ عن طريق الإبداع عن طريق التفكير خارج السندوق عن طريق تطوير حلول وأفطار وأراء جديدة تمكن المؤسسات من الاستمرار والنمو هذه الأفكار الإبداعية تساعد على موجهة تحديات في ظل العولمة في ظل التغيرات التقنية المتسرعة في ظل التنافسية الشديدة في ظل ثورة المعلومات والاتفاقيات الدولية السارية اتفاقية التجارة الحرة والأسوأ الحرة وغيرها كل ذلك في أمس الحاجة إلى تفكير ابتكاري جديد إلى تفكير إبداعي جديد إلى تفكير خارج السندوق يساهم ويسهم بشكل كبير في موجهة هذه التحديات العالمية المعاصرة العولمة وغيرها من الحاجات اللي أنا لسأيلها حالا إذن هناك حاجة مرحة للإبداع داخل المؤسسات علشان كده يا شباب المؤسسات والمصانع والشركات والوزارات والحكومات حتى الدول بدأت تفطن وتهتم وتركز في موضوع الإبداع فتجد إحدى المؤسسات أنشأت إدارة تسمى إدارة الإبداع وحدة تسمى وحدة الإبداع في التربية والتعليم هناك إدارة تسمى إدارة الإبداع الإبداع في الرسم الإبداع في الموسيقى الإبداع في الرياضيات الإبداع في اللغة الإبداع في ممارسة التربية الرياضية يعني أنشأت وحدات تنظيمية بعض الجهات حتى بعض المؤسسات الحكومية كبيرة أمشأت بعض التنظيمات لتطوير الأبداع والابتكار ممكن يسموها تحت إدارة التخطيط الاستراتيجي إدارة الإبداع إدارة الإبتكار كل ذلك مسميات بدأت تستخدمها الدول وتستخدمها المؤسسات الكبيرة وصغيرة هذه الوحدات تحت مسمى وحدة الإبتكار أو وحدة الإبداع هدف اكتساب ميزة تنافسية جديدة ميزتها حل المشكلات بشكل سريع بشكل إبتكاري مواجهة التحديات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية رفقية التنمية المستمرة أو اللي بيسموها التنمية المستدامة استحالة تحصل تنمية مستدامة إلا عن طريق تفكير إبداعي جديد وإفتفكير إبتكاري جديد يسهم في استمرار التنمية على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي إذن الإبتكار والإبداع أصبح مهما تواجده في جميع المؤسسات سواء كانت تحت مسمى وحدة أو على مسمى إدارة أو حتى تحت مسمى وحدات تنظيمية داخل المؤسسات المختلفة ننتقل يا شباب إلى خصائص الإبداع والعوامل المشجعة عليه لما نيجي نتكلم عن خصائص الإبداع هناك فرق بين شخص مبدع وشخص غير مبدع هناك فرق بين إداري مبدع وإداري غير مبدع فالإداري المبدع شخصا مختلفا في تصرفاته على النقل التقليدي من الناس هناك بعض الناس يكرهون التغيير ويفضلون الاستمرار على ما هم عليه من أنماط عمل ولا يحبون التجربة ولا يحبون الإبداع ولا المبدعين ولا يحبون مواجهة المخاطر على عكس الشخصية الإبداعية فهو يواجه المخاطر بحلول مبتكرة فهو يحب المخاطرة ويسعى إلى الدخول في مجالات استثمار غير معروفة من قبل أيضا الشخص الإبداعي يعتمد على كل المعلومات تاريخية أضارية مستقبلية حيث يعتمد على الماضي لتوليد أفكار لخدمة المستقبل في بعض الناس يقول لك المعلومات دي قديمة ده ماضي ملوش أي ثلاثة لازمة لا فيش الكلام ده لا بد وأن نتخذ من الماضي وسيلة لتطوير المستقبل ومواجهة المستقبل لأنك عن طريق الماضي وعن طريق التاريخ تقدر تستنتج مجموعة من المعلومات والأفكار اللي بتتعدك في تشتيرك ما تريد إذن الإبداع بشكل عام يعتمد على الماضي الإبداع يعني بيرفض الاستسلام للوضع الحالي بل يضع بدائل للحلول التقليدية ويولد أفكار اتكارية لحل المشكلات إذن من أهم خصائص الإنزان المبتكر أنه يستفيد من الماضي ومن التاريخ لتوليد أفكار جديدة تساعد في مواجهة المستقبل علشان كده يا جماعة ينبغي على المديرين ومش أي مديرين المديرين المبدعين على اختلاف أدوارهم أن يكونوا على ثلاث حالات هي الأولى أن يكونوا مبدعين ومبتكرين في أفطرهم وأسلبهم التانية أن تكون لديهم سماحة تقفيزية يستطيع العاملين معهم القيام عملية الابتكار والابتكار يعني أنهم ينقلوا عملية الابتكار والابتكار منهم بحيث يخلوا اللي معهم برضو مبتكرين ومبدعين التالتة السعي المتواصل لجذب العناصر المبدعي القائد لازم يكون مبدع ثم ينقل الابتكار اللي عنده إلى الآخر ولما يحب يجيب يستقطب ناس تتشتغل معاه لازم يكون مبدعين ومن هنا يتميز الأشخاص المبدعون والمبتكرون بمجموعة من الخصائص هي واحد البصيرة يعني قوة البصيرة وهنا معناها قوة التفكير الثقة بالنفس وبالآخرين القدرة على التعامل مع مقتضيات التغيير القدرة على التكيف والتجريب والتجديد الجرأة في أبداء الرأي والمقترحات الاستقلالية الفردية يعني يبقى الإنسان مستقل في أفكاره ما يحاولش ينقل الأفكار عن حد ولكن يبقى هو مبدع من حيث طرح الأفكار يبقى هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر فيه الشخص القائد المبدع أنه مبدع هو أصلا في التفكير أنه يساهم في نقل لدرجة الإداعي اللي عنده للآخرين وأنه يستقطب مجموعة أخرى من المبدعين ويجب أن يتصف بمجموعة من الخصائص اللي أنا قلتها لخضراتك وبعض الباحثين في الإدارة يعني صنفوا خصائص الإنسان المبتكر والمبدع إلى خصيتين أو إلى نوعين اثنين من الخصائص خصائص معرفية وخصائص إنفعالية ما عن الخصائص المعرفية القدرة على التعامل مع الألفاظ والرموز المجرد يعني يعرف يفسر الكلام كويس يعرف يفسر الصور يعرف يحلل الرموز يعرف يحلل الأشكال في الاستطلاع عنده قدرة عالية على الاطلاع على قراءة التقارير والأخبار قراءة التاريخ قراءة الأبحاث العلمية الجديدة عنده استقلالية في العمل بيحب عمله منتبئ إلى عمله الاحتفاظ بقدرته على العطاء والإبداع والابتكار القدرة اللغوية الفصاحة القدرة على تعبير اللفظ القدرة على التعبير غير اللفظ عنده لغة جسد إيجابية كل دي مجموعة من الخصائص المعرفية الخاصة بالقائد المبدع أو الإنسان المبدع بالصفة عنها أما عن الخصائص الانفعالية فهي كثيرة جدا الميول والرغبات القيم النواحي الوبدانية الشخصية الاجتماعية الشجاعة وعدم الخوف الشعور بالأمان والثقة بالنفس الضبط والتحكم الذاتي الاهتمام بمشكلات الآخرين تقديم المساعدات حب الاستطلاع الانضباط تركيز على المهام وعدم التشتت في التفكير الدافعية الزاتية والقدرة على التأثير في الآخرين يعني توفير الانشغال الزهني وعدم الاهتمام بالحياة الاجتماعية والاهتمامات الغير مفيدة عدم التمسك بالعادات والتقاليد الأديمة الميل يعني عدم الميل للعزلة عن الآخرين كل دي مجموعة من الخصائص الانفعالية للشخصية الإبداعية أو المبتكرة وبما لا شك فيه أن المؤسسات تستفيد من مؤهلات الأفراد المبتكرين العاملين بها بتستفيد منهم عند بناء الاستراتيجيات بتستفيد منهم لإيجاد حلول المشكلات بتستفيد منهم في توفير مناخ ابتكاري تستفيد منهم في إدارة بالأهداف تستفيد منهم في التطوير التنظيمي تستفيد منهم في التخصص الوظيفي تستميد فيهم في تقديم الدورات التدريبية يعني الإدارة بالأهداف تعتبر من أهم أنواع الإدارات التي يستخدمها أو يعتمد عليها المبتكرين وهي محاولة تحقيق أهداف المؤسسة من خلال زيادة التزام العاملين ومشاركتهم الفعلية في تحقيق أهدافها ونشاطاتها ومن خلال تركيز المؤسسة على التحفيز الفردي الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء والإنجاز وبالتالي تتوفر الفرصة للإبداع بعد ما تكلمنا يا شباب على الإدارة بالأهداف نخش على التطوير التنظيمي يعني إيه تطوير تنظيمي عبارة عن مجموعة من الأساليب والطرق الطويلة المدى واللي بتبقى بيتم تصميمها لمزيد من زيادة قدرة المؤسسة على تقبل التغيير زيادة فعالية المؤسسة أيضا بيركز التطوير التنظيمي كثير على الأفراد وعلى العلاقات بين القيادة والمرؤوسين ويعني التغيير هنا بيبقى تغيير مرتبط بالهيكل التنظيمي أو بالابتكار التنظيمي أيضا عندنا الخصوص الوظيفي المؤسسة يعني بتحط مجموعة من بطاقات الوصف الوظيفي اللي من خلالها بتشوف كيف توظف المبدعين في المكان وبالتالي بتهيئ لهم مجموعة من الوظيف التي تتناسب مع قدرتهم وإمكانياتهم العقلي أيضا عندنا حاجة اسمها الدورية قدرة على استخدام أشكال تنظيمية متغيرة كنموذج يسمى نموذج المصفوفة يعني نقل مجموعة من المتخصصين والعاملين المبدعين المبتكرين من مشروع معين إلى مشروع تاني بناء على إمكانياتهم التشغيلية مسؤولياتهم الوظفية الجديدة يعني دورة الموظف يعني إيه دورة الموظف يعني لما يبقى موظف تفكير وتقليدي بيفضل موجود في المكان اللي هو فيه ما بيضايرش وما بيتطورش إنما لما بيلاءوا مجموعة من المبدعين ومن المبتكرين في الإدارات المختلفة بيحاولوا يستفيدوا منهم في القيادات العليا في إدارات تنظيمية أخرى في هياكل تنظيمية أخرى في تطوير تنظيم أخر في إنهم يتوينوا فريق فريق تنظيم آخر قائم على الإبداع والإيه والابتكار ننتقل يا شباب في النقطة أو إلى نقطة في غاية الأهمية وهي ما هي العوامل التي تشجع على الابتكار إيه اللي يخل المؤسسة يبقى فيها مبتكرين الإدارة الجديدة فلسفة الإدارة أو علم الإدارة والقيادة الجديد هو علم قائم على الابتكار والإبداع الفكري أول عامل مشجع على الإبداع لما تكون الإدارة المستخدمة إدارة فلسفة وطخ فلسفة إدارية جديدة من خلال وضوح الأهداف المستقبلية للمؤسسة رؤيتها ورسالتها ده يشجع على وجود مبدعين النظر إلى الهيكل التنظيمي والنظم والإجراءات على أنها وسائل لتحقيق الأهداف وليست أهدافا بحد ذاتها يعني مش الهدف أن أنا أوصل لمكان بقدر أن الهدف أن أنا أنفذ أهداف هذا المكان الإدارة من خلال فرق العمل المتدخلة والمتربطة التي تدل على وجود انسجام بين عناصر المؤسسة وبالتالي حل المشاكل المعقدة وقدرة الكبيرة في إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات أيضا طوافر العنص للبشر المتميز حيث أنه هو المصدر الحقيقي للميزة التنافسية التوجه نحو متلق الخدمة اللي هم الكنسومة أو العملاء التوجه إلى إدارة العملاء الحاجة إلى معرفة ما هي احتياجات المستفيدين أو كيف نلبي رضى المستفيدين حيث أنهم هم الدعامة الحقيقية لأي مؤسسة الإدارة الزاتية يعني إيه الإدارة الزاتية؟ الإطارة الزاتية معناها أنه كل واحد يراقب نفسه كل واحد يعني مش محتاج رقيب أو مشغل له لا رقيبه ضميره يعني وتوافر الأنظمة المعلومات من تقنيات مختلفة في تشغيل مؤسسات توافر التقنيات بيؤدي إلى توافر عدد كبير من المبدعين أيضاً من عوامل يعني التي تسهم في وجود مبدعين التحول نحو القيادة الريادية الريادية أي التي تأخذ شكل القدرة العالية على جذب العناصر البشرية المؤهلة بدل فكرة الرئاسة والسيطرة تتخذ شكل الشبكة من فرق العمل المتعاونة وليست فرق العمل اللي بينها الصراعات القيادة الريادية اللي بتعمل عمل تعاوني عمل مشترك بتشارك الجميع في اتخاذ القرارات وليست السيطرة والرئاسة وفرض السلطة عليهم أيضاً توجيه عمليات الإبداع لخفض تكاليف التشغيل دايماً لما يبقى عندي مبدعين كتير التكلفة بتقل والمخاطر بتقل والمشاكل بتقل وبيبقى عندي قدرة على سرعة حل المشكلات وبيبقى عندي الحاجات دي أنا بصرفها فلوس كتير يا جماعة يعني لما تبقى عندي مشكلة أنا مش عارف حلها بأنفق فلوس كتير لما يبقى عندي بعض البراصس أو العمليات اللي مش عارف أقوم بيها ده بينفق علي أموال جديدة لما يكون عندي رؤية أنا مش عارف حقاها ده بيصرف علي مصارب جديدة وبالتالي الإبداع أو عمليات الإبداع تسهم بشكل كبير في تقليل تكاليف التشغيل وتقليل الميزانية الخاصة بالمصرفات وتقليل نفقات التشغيل ويعني كيفية المواجهة للأزمات يعني كيفية مواجهة الأزمات والتحدي لها ومعالجتها بأقل تكلفة ممكنة هذا فقط يحدث نتيجة لوجود المدعين لما نديهم الفرصة لأنهم يشاركوا في مواجهة المخاطر لما نديهم الفرصة لحل المشكلات لما نديهم الفرصة لاتخاذ القرارات لما نديهم الفرصة لأنهم يبدعوا في عمليات التشغيل والعمليات المختلفة إذن أنت كده بتعمل عملية قيادة ريادية بتعمل عملية إبداع إداري إذن الذي المعني بوجود مبدعين داخل المؤسسة هما الإدارة والقيادة لازم يبحثوا عن هؤلاء المبدعين ويدعموهم ويوفيروهم البيئة الوظيفية المناسبة للاستفادة منهم في بيئة العام أيضا من العوامل المشكعة على الابتكار زي ما قلنا المهارات الإدارية الخاصة بكيفية ممارسة العمليات المختلفة وفقا لمهام ومتطلبات الإدارة أيضا المهارات السلوكية فن التعامل مع العملاء معرفة الدوافع لسلوكهم الحوافز والمكافآت لإجباع تلك الدوافع المهارات الفنية والتي تتمثل في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية للعمل من حيث مستلزماته وواجباته مسؤولياته صلاحياته طرصه وتطويره كل الحاجات دي يا جماعة بتسهم بشكل كبير في توفير المبتكرين والمبدعين المهارات الفكرية والثقافية الانفتاح على العالم الخارجي معرفة أحدث ما توصل إليه العلم من تطبيقات وقدر على تحليل الأفكار والآراء والتقارير المختلفة دي كلها من العوامل المشجعة واللي بتسهم بشكل كبير في توفير أيضا مبتكرين في بيئة العام الإبداع والابتكار المؤسسي بعد ما تكلمنا عن الإبداع بصفة عامة والابتكار بصفة عامة تعالوا نخص شوية ما المقصود بالابتكار المؤسسي عملية يكون بموجبها الإبداع هو أحد المتكلات التي تؤدي إلى الإبتكار والتنافس أيضا الابتكار المؤسسي هو الهرية والتشجيع واستشعار احتياجات الإنسان العام يبقى الابتكار المؤسسي يعني بيظهر كنتيجة للتحولات المتزايدة في أسلوب التفكير نحن كلما كان التفكير أعمق كلما كان هناك ابتكار مؤسسي أيضا الابتكار المؤسسي هو إبداع تكيفي وليس إبداعا جذريا ذلك لأن معظم المؤسسات ما هي إلا أجهزة موجهة نحو تحقيق أهداف معينة ومنطقية على حد سواء كما أن هذه الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها تميل إلى تقليل نسبة الخمسات طبعا أنا لما بخط مجموعة من الأهداف المؤسسة التاعي ببقى عامل حسابي عند سياغة هذه الأهداف إن يجب أن تقلي نسبة المخاطر والمشكلات في المستقبل صح ولا غلط؟ عشان كده بنقول إن عملية الإبداع بتكون ناتجة للتكيف مع العوامل المحيطة نتيجة للتكيف مع التغيرات الموجودة نتيجة للتكيف مع احتياجات المنافسين نتيجة للتكيف مع احتياجات السوق نتيجة للتكيف مع رغبات العمل لازم تتكيف مع الاحتياجات دي هنا تبقى نقدر نقول إنك إيه إنسان مبدع استراتيجية بناء المؤسسة الابتكارية كيف نقوم ببناء مؤسسة ابتكارية المنفسة الشديدة الآن مع احتياجات سوء العمل وزيادة التكنولوجيا وظهور أسوأ جديدة وبناء استراتيجيات تكنولوجية جديدة عصر رقم أتمات زجاء صناعي هناك سمات جديدة للسوء هناك سمات جديدة بتتطلب كفاءة وفعالية عالية في الابتكار حتى تتنافس أو حتى تتماشى وحتى تستمر في ضوء هذا التقدم في التكنولوجيا عشان كده عشان تبقى عندك مؤسسة ابتكارية يجب أنك تبقى عارف كيف تحدد العلاقة بين التغيير والإبداع يعني لازم تبقى عارف أن هناك علاقة وطيضة ومهمة بين التغيير والإبداع لا يمكن أن تقوم بعملية تغيير إلا إذا كان عندك إبداع إعادة الهيكلة إبداع التحول أو استخدام مصطلحات جديدة في العمل إبداع إعادة التوجيه وضبط العمليات إبداع فبالتالي التغيير في المؤسسات يتطلب تبني استراتيجية الإبداع ويتبني أيضا استراتيجية تطبيق استراتيجية هذه الاستراتيجية قائمة على نظم المشاركة نظم الحوافز نظم الاختيار نظم الثقافة إذن أول حاجة عشان نبني مؤسسة ابتكارية نكون عارفين أن هناك علاقة بين التغيير والإبداع التغيير في المؤسسة بيسمى بإعادة الهيكلة أو التحول إلى مصطلحات أخرى كثيرة خلاص قد يشبه هذا التغيير في التخطيط عملية التوجيه ومنها عملية الإبداع ويمكن القول أن الإبداع مهم جدا وذات علاقة بالتغيير كل مكان عندك مبدعين في التفكير كل مكان عندك قدرة عالية في العمل على التغيير سواء كان تغيير في الأهداف تغيير في النظم تغيير في النظم المعلومات تغيير في أي أنواع التغيير مبني على وجود المبدعين في المؤسسة عشان نعمل استراتيجية مؤسسة ابتكارية لازم نكون عارفين أن هناك علاقة ومتأكدين أن في علاقة بين الإبداع والتغيير السؤال اللي بيطرح نفسه يا شباب هل من الممكن أن عملية الإبتكار أو الإبداع يكون جزء من التغيير؟ يعني عشان أعمل عملية التغيير لازم يكون عندي إبداع؟ نعم العلاقة بين التغيير والإبداع علاقة جزء بالكل التغيير هو الكل والإبداع هو الجزء فبالتالي يمكن أن يعتبر الإبداع حد فروع التغيير وتعمل المؤسسات على إيجاد أقسام دلوقتي ووحدات وإدارات نسأليني الكلام ده من قيمة شوية أن في بعض الوحدات والإدارات والأقسام تسمى إدارة الإبداع أو الابتكار ولها وموجودة في الهيكل التنظيمي يعني القهود التي تغزل في التغيير هي أيضاً قهود على وجود إبداع وتوفير وحدة تسمى وحدة الإبداع وتصميم مؤسسات مبدعة أغلب المؤسسات الإبتكارية بيكون لها اتجاه داخلي للتغيير نعم مراجعة التغيير والابتكار في المواقع الاستراتيجية والتغيير الاستراتيجي فحص التغيير والمراجعات للاتجاهات الأربعة الرئيسية المتمثلة عندك تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وإدارة المنظمة والعولمة لازم يكون عندك إبداع وابتكار ومبدعين وابتكارين عشان تقدر تراجع على الحاجات دي تقدر تراجع التكنولوجيا المعلوماتي الحديثة الموارد البشرية وكيفة إدارة أنظمة المعلومات وإدارة المعلومات العلماء والاستفادة من الخبرات العالمية والسوق العالمي كل ده بيهتم لازم موجود ابتكار ويعني نبقى عارفين أن هناك علاقة مهمة جدا بين أنك تكون متبني للابتكار وأنك تنشر فكر الابتكار. أنت ممكن يبقى عندك مبتكرين ولكن ما بتستفيدش منهم يبقى أنت كده عندك تبني للمبتكرين ولكن لا تستفيد منهم ولا تنشر أفكارهم ولا تنشر أفكارهم أو تحاول أن المجتمع يستفيد منهم. لا إحنا مهم جدا في الإدارة الابتكارية الاهتمام بوضيح العلاقة بين النشر الابتكار وتبني الابتكار. إذن الابتكار والإبداع مهم جدا لعملية التغيير عشان خاطر أقدر أفسر تكنولوجيا المعلومات الموارد البشرية الأنظمة الإدارية العولمة والسوق الحر والسوق العالمي يعني كل الفجات دي مهم جدا أن يكون فيها إدارة أو وحدة أو قسم الإيه الابتكار رقم 2 يا شباب دور التكنولوجيا في إدارة الإبداع. هل هناك علاقة بين التكنولوجيا والإبداع؟ نعم. التكنولوجيا وسيلة للمنافسة. انت متابع آخر التطورات التكنولوجيا انت بتقدر تنافس في السوق. ما بتتبع في التكنولوجيات والتطورات التي حدثت في التكنولوجيا المعلومات وغيرها إذن انت متأخر في السوق. عشان كده يا جماعة يعني الذي يستخدم التكنولوجيا في استخدام سليم بشكل مبتكر بشكل إبداعي بينتج عنه أنه بيقل عنده النفقات وبيقل عنده الجهد وبيقل عنده الوقت المستنفذ إنما لا تتابع التكنولوجيا وما عندكش إبداع في استخدام التكنولوجيا هذا يؤدي إلى إنفاق مصاريف كتيرة وبتحتاج جهود كتيرة فالتكنولوجيا بتوفر النفقات وبتوفر الجهود وبتدي نتائج إيجابية عشان كده يعني يجب أن احنا نتبنى الإبداع من أجل استخدام التكنولوجيا الاستخدام السليم يعني لما نيجي نشوف المؤسسات اليابانية عشان تدخل إلى الأسواء العالمية وتنافس أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعمل إيه؟ بدأت تعمل الاستخدام التكنولوجي والإبداع في استخدام التكنولوجيا والأتمتة والتصنيع التنافسي والممولين والتوزيع والخدمة أصبحت تستخدم بعض التكنولوجيات الجديدة في السوق اللي أصبحت وخلت اليابان من الأسواق العالمية اللي عليها قبول بشكل كبير دلوقتي شو القطول عربية ياباني أو عربية صيني لا أولك ياباني ساعة ياباني ولا ساعة صيني ساعة صيني ليه؟ لأنهم عندهم استخدام التكنولوجيا عندهم الطفل لما يحب يلعب بيبتكر ساعة أو بيبتكر لعبة من الألعاب عشان كده عندهم إبداع بيفكروا خارج السندوق عشان كده غازوا العالم بمنتجاتهم واستخداماتهم للتكنولوجيا عند الرجل الآلي أو الريبارت الزكاء الاصطناعي بدأوا يدخلوا التكنولوجيا في جميع الصناعات والمنتجات وأساليب الإنتاج والمدخلات والعمليات والمخرجات وبالتالي نفسه أو دخلين في المنافسة بشكل كبير جدا غير ما قلنا وبنقول يا شباب أن التغيير التكنولوجي يعمل غالبا على تكثيف القوة التنافسية في سوء المنتجات يعني بيخليك بتنفس بقوة بقوة بيخلي المؤسسة بتاعتك لها قدرة على التأثير في القوة التنافسية بين المنافسين الأقوياء يعني بيبقى لك وجود قوة عظمة بين الأقوياء أيضا التأثير على إمكانية دخول المنتجين الجدد إلى الصناعة التأثير في القوة التنافسية للمشتريين والعلماء التأثير في القوة التنافسية للمنتجين والعارضين للمنتجات التأثير بقوة يعني في قوة تهديد السوق بمنتجات بديلة يعني يبقى أنت الوحيد المحتكر لسلعة معينة أو منتج معين ما حدش عارف ينتجه وبالتالي بتقدر تكسب بشكل كبير ده يعني نقطة مهمة جدا نتجة عن الإبداع واستخدام التكنولوجيا أنك تبقى الموجود في السوق لوحدك أنك تبقى منتجاتك ما حدش يعرف ينتجها يبقى أنت بتوفر منتج الوحيد اللي بيحتاجه جماعة المنتجين والجماعة المشتريين والعرضين للمنتج بتاعك في السوق دي حاجات كلها نتجة عن استخدام التكنولوجيا استخدام سريع أيضا يا شباب لما نجي نتكلم عن رقم ثلاثة تطبيقات الفكر الإبداعي الفكر الإبداعي يعني ده اتجاه وطريقة لاستخدام المعلومات يعني الغرض من الفكر الإبداعي كيف تستخدم المعلومة وكيف تدير المعلومة وكيف تستثمر المعلومة وكيف تحصل عليها كيف تقوم بمعالجة المعلومات ونجاح التفكير في إدارة هذه المعلومات لأن أهم حاجة في التفكير الابتكاري إنك كيف تدير ما لديك من معلومات كيف تقوم بتوليد المعرفة واستثمار المعرفة وتغزين المعرفة واستهلاك المعرفة وتوزيع المعرفة والاستفادة منها علشان كده التفكير يعني لا يقتصر التفكير الابتكاري على كل ما هو ورافي أو فطري بل يتعدى ذلك إلى كل ما هو مكتسب يعني أنت لازم الفكر الإبداعي لا يولد بالفطرة ولكن بالاكتساب أنك تكتسب مهارة الإبداع تعلم المستمر تدريب عشان كده عملية التفكير الابتكاري تحتاج إلى يعني يكون عندك قاعدة من الصفات مجموعة من الصفات يجب أنها تتوفر لديك الزكاء الصب الفراسة يعني التأثير في الآخرين التأثر بالآخرين الابطلاع الواسع الاهتمام بالخبرات العالمية والمحلية كل الحاجات دي بتساعدك على أنك تقوم بعملية تفكير أو تضيق للفكر الإبداعي يبقى مش أي حد نقدر نقول عليه مفكر إبداعي أو مبدع في التفكير لا لازم يكون عنده مجموعة من الصفات والخصائص التي يتم اكتسبها وليس بالشرطة أن يولد بها يكتسبها مع مرور الوقت ممكن يكتسب الزكاء الصبر الفراسة التأثير في الآخرين التأثير بالآخرين قدر على التحليل ثقة بالنفس الشجاعة عدم الخوف كل الحاجات دي مجموعة من الصفات التي يجب أن يتصبها الشخص المبدع فبالسؤال يا دكتور محمد أنت بتقول دلوقتي أن نحن ممكن نكتسب مهارة الإبداع أو الابتقار طب إزاي إزاي أكتسب إزاي أكون إنسان مبدع إزاي أكون إنسان مبتكر دول حاجة لازم يكون عندك تتبع للتفكير العلمي يعني ما يكونش تفكيرك تفكير مبني على المقلق من الآخرين ولكن مبني على منهجية علمية ده هيساعدك بشكل كبير على أنك تتكلم ببرهان تتكلم بالأدلة بتتكلم بالتقارير بتتكلم بنتائج الأبحاث يبقى أول حاجة يكون عندك تتبع المنهجية العلمية في التفكير الثقة بالنفس وعدم الخوف من أنك تقول الأفكار اللي عندك في بعض النفس يبقى عندها أفكار إبداعية جميلة و لكن يطلعها لتكون خطأ فيواجه بالسخرية هذا إن استحالة تبقى مبدع في يوم من الأيام عشان كده يجب زيادة الثقة في النفس من حيث التفكير والعمل والبحث والإطلاع على كلمية الثقة بالنفس لازم تنمي الثقة التفكير والبحث والدراسة عشان أعرف كل ما هو جديد في مجال عملي عشان كده الأفراد المبتكيرين بيقوموا بتقديم أفكار ابتكارية إلى المؤسسات التي يعملون بها ويقومون بتطبيقها وتنفيذ كثير من الأفكار الاستراتيجية هو ده اللي بيعمل عملية تعزيز الإبداع وبالتالي يعني بيشجع جميع العاملين لما أفكرهم بتخرج إلى النور وتخرج إلى حيث التطبيق بتخليهم يشجعوا في أنهم يعملوا أو يقولوا أفكار إبداعية جديدة بتسهم بشكل كبير في تطوير العمل وإعطاء حيوية ونشاط أكتر للعمل ويبتعد العمل بشكل كبير عن الدخول في المخاطر لما نتكلم عن أسباب تنمية الابتكار في المؤسسة يعني إيه اللي بيخلي المؤسسات والشركات تهتم بموضوع تنمية المبدعين والمبتكارين عندها طبعا أهمية الإبداع والابتكار لأهمية الإبداع والابتكار تونه أساس انطلاق أي مؤسسة نحو الاستقرار، نحو النمو، نحو استغلال كافة القدرات والإمكانيات المتاحة نحو عدم وجود يعني مخاوف من المخاطر استغلال الفرص يعني بتقلل فرص التهديدات اللي ممكن تهدد المؤسسة أيضا من أسباب تنمية الابتكار المهارة المؤسسية، الدعم النفسي والمعنوي والمادي لكافة المستوىات الإدارية الحفاظ على الكفاءات البشرية المدربة اللي بتنتمي اللي يعني عندها إمكانية كبيرة على القدرة على الإبداع تطوير هذه الكفاءات من أجل تنفيذ خطط الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسات وتحقيق هدفها، كل دي مجموعة من الأسباب اللي بتساعد في تنمية الابتكار داخل المؤسسة من الأسباب أيضا اللي بتخلي المؤسسات تفتم بالإبداع والابتكار المحركات الاستراتيجية للإبداع يعني من أجل تعزيز الإبداع فإن المؤسسات يمكن أن تشجع الأفراد على تطوير طاقتهم الابتكارية تزودهم بالمواقف اللي بتساعدتهم على الابتكار تشجيع المجموعات على التفكير الإبداعي المؤسسات اللي بتحرك استراتيجية الإبداع وتنفذ استراتيجية الإبداع وتسمح لجميع العاملين في الدخول في المخاطر والتصدي لها وممارسة الإبداع في مواكهة هذه المخاطر يعني كل هذه مجموعة من التكتيكات التي تساعد على تنمية استراتيجية الإبداع داخل المؤسسة الاستمتاع أصلا بفكرة الإبداع أو التفكير الجزئي يعني الإبداع من استخدام التفكير من تفكير المنطق أو استخدام المنطق في التفكير كل ده بيساعد في تشجيع المؤسسات على الإبداع من خلال بقاءة إنك تمدح الموظفين المبدعين تديهم مكافآت تديهم حوافز شركة تيوتا اليابانية تتلقى حوالي عن مليون وخمسمائة ألف اقتراح سنوية أنتم عارفين يا جماعة يتم تطبيق 98% منها ويكرم الموظفين ماديا ومعنويا اتخيل لما شركة واحدة بتتلقى مليون وخمسمائة ألف اقتراح إبداع طيب الموظفين ماديا وخمسمائة ألف دول يعني إنه 98% منها بيتم تطبيقه ويدي حوافز يعني كده إنه 98% من اللي يقدموا اقتراحات مبدعين إحنا عندنا لما بتروح تقدم فكرة إبداعية ممكن تتفاصل فعشان كده لا دي فلسفة بيتم يعني تبنيها في اليابان بيقدروا المبدعين وبيقدروا اللي بيفكروا خارج السندوق وبيدهم الحوافز والإمكانيات المادية حتى البوزيشن الوظيفي الذي يتناسب مع إمكانياتهم في العامل وهكذا يا شباب بتكون المؤسسات في صباق مستمر لأن التوقف عند حد معين من التفكير التوقف عند حد معين من الإبداع هذا معناه فقدان نزا هامة قد تحمل يعني قد تكون هناك خسائر مادية كبيرة ومعنوية كبيرة نتيجة التوقف عن التفكير والإبداع وقد يؤدي إلى خروجك من السوق أصلا عشان كده الإبداع بيخلي هناك استمرارية وتطور مستمر ووجودك بشكل مستمر داخل السوق منتجاتك موجودة بشكل مستمر عشان كده الإبداع يوفر على مستوى الإدارة يوفر القدرة على التخطيط الاستراتيجي الإبداع يوفر في بناء ثقافة مؤسسية الإبداع يوفر المنهجية العلمية في العمل الإبداع يوفر التوجه نحو الفكر الإداري في الأداء بشكل متطور كل دي نتائج بتعود على المؤسسة نتيجة الإبداع تبنينا جماعة البيئة التنظيمية للمؤسسات الإبتكارية تتدخل مقاومة البيئة الإبتكارية في إطار نظرية بناء المؤسسات كمنهج فكري وعلمي للإستقوى والتطوير الإداري يعني المناخ التنظيمي هل هو يسمح بالابتكار ولا لا طب إذا كان هناك إبتكار وإدارة إبتكار ووحدة إبتكار في المؤسسة ما شكل البيئة التنظيمية ما شكل بناء المؤسس هل بتبقى مبنية على أساس علمي سليم نعم هل بيبقى مبنية على أساس فكري ومنهجي لهم القدرة على الإصلاح والابتكار والتطوير بشكل مستمر نعم المؤسسات يا جماعة التي تتبنى معايير الإبتكار هي مؤسسات تمارس الإبداع وتسعى لإيجاد نظم جديدة وأسليب جديدة وبالتالي بتجعل العملية الإبتكارية قيمة لها قيمة وظيفية تمثل اهتماما مشتركا لجميع العاملين داخل المؤسسة أيضا بتكون البيئة التنظيمية بيئة قابلة بيئة منفتحة على الآخرين بيئة تسعى إلى التدريب بيئة تسعى إلى التنمية الزاتية بيئة تسعى إلى تنمية مهارة سلوك الأفراد بيئة تسمح بالاستفادة بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية بيئة بتهتم بالبحوث والتجريب بيئة بتوفر حتى الموارد المالية اللي بتنفقها يعني بتشجع المبدأة والإبداع والتجديد والتطوير عن طريق الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية كل حاجات دي بتبقى موجودة في البيئة التي تطبق المنهج الإبتكاري أو الأفكار الإبتكارية أو اللي بيها وحدة إبتكارية أو مركز إبتكاري داخل المؤسسة بتكون بيئتها التنظيمية بيئة حصة على التشجيع والإبتكار والتجريب والتجديد والتغيير وتقديم ممارسات وظيفية بشكل أفضل ثقافة المؤسسية المفجعة على الإبداع مش أي مؤسسة تشجع على الإبداع المؤسسة اللي أفلاً عندها ثقافة الإبداع الانتماء للوظيفة لا يحدث إلا بالإدارة التي تتبنى ثقافة الإبداع يعني الانتماء الوظيفي الذي يتمثل في قبول العاملين لأهدف المؤسسة وقيمها والرغبة في العمل فيها باستمرار مدى الحياة الرضا وشعور الفرض بأنه جزء من هذه المؤسسة الانتماء والولاء للمؤسسة كل ده بيحصل نتيجة أن هناك ثقافة ابتكارية من الإدارة اللي موجودة من خلال اختيار الأفراد المكافئات التبني وبناء الثقافة الابتكارية غرص الالتزام في الفلسفة العامة والأهداف الخاصة بالمؤسسة مكافئة الجدارة والجدارة عن الكفاءة تطوير مكافئات المتميزين في المواقع المختلفة المحافظة والتمسك المحافظة إن بعض المؤسسات وبعض الشركات وبعض الجهات مجرد ما الإنسان يصل إلى الخبرة الكافية والإبداع الكافي أن يشتغل في هذا المكان يومهم ممشيين وجايبين واحد تاني في بعض المؤسسات العربية يعني مجرد ما يوصل إلى الخبرة والمهارة اللي هم عايزينها يمشيه ويجيب واحد تاني بدل ما يستفيدوا من خبراته ويحاولوا يخلوه يضرب الآخرين في أنه ينقل خبراته ومهاراته الانتكارية للآخرين وبالتالي نستفيد منه في تطوير وإبقاء الفرض الكف والتمسك به داخل المؤسسة للأسف الشديد بيتم الاستغناء عنه ودي مشكلة من مشاكل الثقافة المؤسسية الغير مشجعة على الإبداع أنا لما أبقى عامي أفكار إبداعية وأفكار متطورة ولكن حارف أني مفيش أمان وظيفي وممكن أتهدد لترك الوظيفة في أي لحظة من اللحظات هذا بالتالي أحاول أن أكون غير منتامي للمكان وأحاول أن أحتكر ما لدي من أفكار وأراء ولا تخرج إلى النور معوقات الإبداع يا شباب زي ما أنتم عارفين زي ما فيه معوقات للتغيير في معوقات للمبدعين كيف يتم القضاء على معوقات الإبداع تشجيع أساليب الإبداع في المؤسسة معناه إنك تتعرف على معوقات إنك تبقى مبدع لما تعرف ما هي أسباب عدم الإبداع إن أنت كده مبدع لما تشوف ليه الأفراد لا يفكرون بشكل جديد هل نقصهم تدريب؟ هل نقصهم تشجيع؟ هل نقصهم حوافظ؟ فبالتالي يجب أن تسعى المؤسسات لمعرفة ما الأسباب وراء عدم قدرة الأفراد على الإبداع ما الأسباب وراء تعطيل القدرات الفكرية لدى العاملين بالمؤسسة لأن تراكم المعوقات للإبداع بيؤدي إلى تأخر المؤسسة وعدم وجود وعي بها إنما فكرة البحث عن أسباب عدم وجود إبداع هذا يؤدي إلى إعادة بناء الإبداع وإعادة نشر فلسفة وثقافة الإبداع بشكل كبير هذا يساعدك أيضا أنك لما تبحث عن أسباب باب معوقات الإبداع هتعرف تحط إيدك على بعض الأفكار اللي خلف عملية التأخير في تنفيذ الأفكار الإبداعية قد تكون اختقار والسخرية من بعض الأفكار الغبية اللي ممكن تتقال فبالتالي الناس اللي عندها أفكار إبداعية تخاف تتكلم يعني دايما واحد قال معلومة يعني تستدعي السخرية وتستدعي يعني عدم الاهتمام فبالتالي تسخر منه وتعامله بعنف فبالتالي يتراجع المبدع عن يعتبر مشكلة أيضا أنا شايفي أن المبدع غير المبدع ما بتشجعش المبدعين فبالتالي مشكلة الخوف من الإبداع والأفكار الإبداعية أنه ممكن تعملك مشاكل مشكلة الخوف من الفشل بيوقعك في الفشل يعني عموما يعني يجب أنك تحط إيدك على معوقات الإبداع سواء كانت معوقات داخلية أو معوقات خارجية الله هو في معوقات داخلية ومعوقات خارجية للإبداع نعم يلا مع بعض نقول لك إيه هي المعوقات الداخلية للإبداع من المعوقات الداخلية القيم التي تساعد على نمطية التفكير وتقليدية التفكير وعدم تطبيق الأفكار الجدية زيادة عن اللازم اللي يبنون على الجدية المفرطة اللي بتحارب الإبداع الفني والاكتشاف العلمي والإلهامها حتى الكوميدي في بعض الأحيال اللي الواحد محتاج لني يقول مزحة أو نكتة في وسط الكلام لما يلاقي الجو متكهرب وفيه شحناء بين الناس يوم أي القفة صغير كده فبالتالي ده زكاء اسمه الزكاء الكوميدي أنواع من أنواع الزكاء التي يجب أن يتصبها الإنسان الزكاء الكوميدي والزكاء الانفعالي والزكاء اللغوي والزكاء اللفظي أيضا التفكير الجماعي الشوشارة قد يسبب التفكير الجماعي لعدم يعني عدم السمح للأفكار للأفراد الذين يرغبون في أنهم يكونوا يعني أول من يبدأوا بآراءهم أثناء المناقشة يعني خوفا من التعرض للسخرية فبالتالي ده بمجموعة من المعوقات يعني اللي بتأدي إلى يعني عدم الاستفادة من الإبداع أما المعوقات الإبداع الخارجية يعني خارج بيئة العمل ما عنديش تمويل يسمح بطرف فرصة للإبتكار الموارد البشرية عنده ضعيفة الحصول على التمويل اللازم نطرف الإختراحات في السوق ما الأفكار بفلوس والفكر الإبداعي محتاج فلوس طب أنا ما عنديش فلوس يبقى ماشا تخرج من النور صح ولا غلط عدم القدرة على إقناع المساهمين ورجال الأعمال في أنهم يمويلوا مثل هذه الأفكار عدم ملأمة المنتج ويتعلق ذلك بطرف المنتج أو الخدمة في المكان غير الملائم يعني المنتج ده محتاج بيئة ممكن منتج يكون منتج قوي وجميل وغالي ولكن لا يتناسب مع بيئة فقيرة فبالتالي هيفشل يعني أيضا قد يكون الوقت غير مناسب وظروف غير مناسبة والمناخ غير مناسب لطرح مجموعة من الأفكار دي مجموعة من قد يكون هناك عوامل سياسية اقتصادية اجتماعية تمنع وجود مثل هذه الأفكار الإدعائية وهكذا تسعى المؤسسة إلى القضاء على مصادر المعوقات الخاصة بالإبداع نلخصة في يعني تنمية شعور المؤسسة بالحاجة فعلا إلى مهارة استماع عالية لجميع العاملين تعيين مديرين مبدعين يتمتعون بأساليب ملأمة للمجموعات التي الذين سيعملون معها تحدي الأفكار البالية والأساليب التعسفية وانتشار التقوص السبتة التي تشيع روح المرح وتخفيف حدة الضغط في العمل لأن كل ما تحد يبقى فيه روح مرح ومناخ تنظيمي سعيد وتخفيف حدة الضغط في العمل ده بيؤدي إلى ابتكار بشكل كبير التوفير للمكافآت السلوك الذي يساعد على إثارة الفكر الفردي والجماعي ويطفي على روح التعاون بين أفراد المؤسسة أيضا يا شباب تطوير فرق العمل من خلال إسناد مهام مختلفة لهم عشان يسقوا في نفسهم والتخلص من النظم غير المجدية اللي ما فيش نتائج منها استعانى بالموظفين القادرين على تخط العقبات الوظيفية العمل من خلال مجموعة من الأدوات الابتكارية لحل المشكلات توفير أماكن ابتكارية للتفكير مزودة بمجموعة من الوسائل التي تساعد على التفكير الإبداعي والابتكار توفير بيئات لعقد اجتمعات غير رسمية تساعد على الابتكار تغيير المناخ زي ما قلنا مناخ يكون مناخ مارن يعني الانتهاء من الأفكار التقليدية والانتقاء إلى مجموعة الأفكار التي تلائم طبيعة السوق أيضا يعني مش كل الأفكار الغربية يجب تبنيها يجب دراستها ونشوفها هل متناسبة معنا ولا لأ يجب أن احنا نسبق روح العاصر والدقة في تحديد الوقت المناسب للفكر الإبداعي يعني كل دي مجموعة من الأسباب التي تعينك على وجود مهارة الإبداع والابتكار وإدارة الإبتكار في مؤسسة نقدر نستخلص من كل اللي فات أن يعني المؤسسات يجب أنها تتبنى فكر الإبداع وأن يكون فيه في كل مؤسسة وحدة أو مركز معني بتفقيق الإبداع والتميز عشان يحقق التنافس اللي هو عايز يحققه عشان يبدأ يبقى يواجه المستقبل عشان يبدأ يغرس في المؤسسة بتاعته الثقافة التقدم من خلال اكتساب الأفراد مهارات التجديد والإبداع والابتكار القدرة على تنظيم الوقت التكيف مع المستجدات تنمية نحو الأفضل تطوير العملية الإبداعية من حيث محتواها وأساليبها وعوائدها يعني المؤسسة تصبح أكثر قدرة على التعامل مع عملية التغيير اللي هو عايز يتحققه يعني بتتصارع المؤسسات نتيجة الوجود إبداع نحو خطة متسرعة حول التطور التكنولوجي التطور التكنولوجي بيساعد بشكل كبير على توفير الإبداع وتنمية الإبداع والمنافسة في السوق هناك أثر كبير للتكنولوجيا بالنسبة في الابتكار يعني الابتكار بيؤدي إلى خفض التكاليف وخفض الوقت وخفض المجهود وخروج المنتج بجودة عالية ورفع نسبة الإنتاج ورفع نسبة المستهلكين بالنسبة لك زيادة التسويق والتصدير وبالتالي يضحى الإبداع مصدر للنفوز المؤسسي الإبداع والابتكار سبب رئيس من أسباب النفوز المؤسسي وتحقيق التميز وسرعة الاستجابة لتوقعات المستهلكين بشكل عام بهنا نكون وصلنا لنهاية لقاءنا النهاردة أفكركم بما تم تناوله تناولنا مفهوم الإبداع خصائص الإبداع الحاجة إلى الإبداع الإبداع والابتكار المؤسسي مفهوم الإبتكار المؤسسي استراتيجية بناء المؤسسة الإبتكارية معوقات الإبداع كيفية كيف نواجه معوقات الإبداع أساليب الإبداع كيف تكون شكل المؤسسات عند وجود وحدة أو مركز للإبداع أتمنى يكون كان لقاء موفق للجميع أفكركم بالشريحة القادمة بأمور مهمة ناخد بالنا منها يعني فضلا لا أمرا يا شباب يعني تمتحنوا بعد اللقاءات المباشرة فضلا لا أمرا تذكروا الباوربوينت كويس فضلا لا أمرا تحاولوا يكون عندكم مصادر كتيرة للمعرفة بالإضافة من الكتاب أو الباوربوينت اللي أنا عرضه لا أنا عايزة كيبقى عندك أكتر من مصدر للمعرفة عشان تؤهل إلى أن تكون باحث دكتوراه خالص تحياتي للجميع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله